موسيقى النشرة الإخبارية من التلفزيون الأردني حياكم الله إلى التفاصيل يختتم حجاج بيت الله الحرام اليوم الثالث والأخير من أيام التشريق مناسكهم حيث يرمون الجمرات الثلاث كما فعلوا في اليومين السابقين وسطا سيابية في منطقة الجمار قبل مغادرة منا متجهين إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع حول البيت العتيق بينما تتأهب المدينة المنورة لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين إليها من المشاعر المقدسة وكان حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين أدوا طواف الوداع أمس الثاني عشر من شهر دي الحج وسط استعدادات مكثفة من الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين برفع جاهزية الحرم وبمشاركة الجهات المعنية العاملة في الحج لتفويج ضيوف الرحمن وفق الخطط التشغيلية لموسم حج هذا العام وسط منظومة متكاملة من الخدمات أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وجود حالات حارجة جدا بين الحجاج الأردنيين في المستشفيات بعد الإعلان عن وفاة 41 حاج أردنيا خلال أداء مناسك الحاج في مكة المكرمة وقال مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية سوفيان لقضاء إن الفريق القنصلية الأردنية في السعودية أصدر الاثنين وثلاثاء واحدا وأربعين تصريح دفن لحجاج أردنيين في مكة المكرمة مضحا أن عدد الوفيات هو واحد وأربعين وكل ذوي الحجاج المتوفين اختاروا الدفن في مكة المكرمة وأشار الإقضاء إلى وجود حالات حارجة جدا في المستشفيات لحجاج أردنيين مفقودين عثر عليهم وكذلك حالات متوسطة وطفيفة إثر ضربات شمس تعرض لها وصلت إلى مركز حدود المدورة طلائع الحجاج الأردنيين بعد أن أدوا مناسك الحج لهذا العام وسط إجراءات سهلة وميسرة من قبل الجهات المعنية في المركز الحدودي وللمزيد ينضم إلينا من المركز مندوبة تلفزيون الأردنية راعد عواجان مساء الخير راعد كل عام وأنت بخير أطلعنا على سير الإجراءات ووصول الحجاج بالسلامة شكرا رنا مساء الخير لك ولكل المشاهدين عبر شاشة تلفزيون الأردني وكل عام وأنتم بخير وقائد الوطن بألف خير حقيقة بداية نترحم على حجات بيت الله الحرام الذين توفاهم الله في الديار المقدسة الله يرحمهم ويحسن مثواهم وإن لله وإن إليه راجعون بداية بحكي معك من منطقة المدورة من حدود المدورة في الجنوب العزيز حقيقة مركز جمرك المدورة هذا الجمرك الذي حقيقة يعج بالجميع هنا خلية نحل من جميع الجهات الرسمية والأمنية في سبيل تقديم الخدمة الفضلة لحجاج بيت الله الحرام اليوم طلاء حجاج بيت الله الحرام وصلت إلى هذا المركز الحدود الهام بمركز حدود المدورة حقيقة قادمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد أن أدوا مناسك آل الحج متمنين لهم إن شاء الله حج مبرور وسعي مشكور وذن مغفور بنشيئة الله للحديث أكثر حول استعدادات دائرة الجمارك العامة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام معاي الناطق الرسمي باسم الدائرة سائد بيك عشور العميد جمارك بداية كل عامتم بخير وأنتم بخير سيدي بداية نقتنم فرصة عيد الأضحى المبارك بأن نرفع إلى سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده المحبوب أسمى آيات التهاني والتبركات بهذه المناسبة السعيدة سائل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على جلالته وعلى وطننا العزيز بالخير واليمن والبركات وأما عن استعدادات دائرة الجمارك في هذا اليوم المبارك الأغر فقبل كل شيء نترحم على من فقدنا من إخواننا المواطنين الأردنيين الذين أموا الديار المقدسة في هذا العام لأداء فريضة الحج ولا نملك إلا أن نترحم عليهم بالدعاء فرحمهم الله وغفر لهم أما عن استعدادات المركز للعمل في هذا العام مع حركة ازدياد المسافرين العائدين من ديار المقدسة فإن دائرة الجمارك كما هو ديدا وها دوما أولت العناية القصوى لهذا المركز ليكون على أهبة الاستعداد فاستقبال إخواننا المواطنين العائدين حيث تم رفض المركز بالكوادر الجمركية المؤهلة للعمل في هذه الظروف وتم العمل ضمن خطة المركز الموضوعة مسبقا سائلا الله عز وجل أن يكون الأمر كما يراد له والحمد لله رب العالمين اليوم زار مدير عامل جمارك لواء جلال الإقضاء هذه المنطقة يعني شاف الاستعدادات وأنا حقيقة كل الشكر والتقديل لجميع الأجهزة هنا في هذه المنطقة الحدودية على التسهيلات الكبيرة وكمان شوية راح نشوف من حجات بيت الله العرى انطباحهم عن هذه التسئيلات والإجراءات إن توجيهات عطوفة مدير عامل جمارك كما هي دوما أن نعمل جما إلى جما مع كافة الأجهزة الأمنية العاملة في هذا المركز وفي كافة المراكز وأن نكون على أهبة الاستعداد في استقبال إخواننا المواطنين العائدين وإن عطوفة الباشا شخصيا منذ الصباح الباكر تابع توافد الحجيج ضيوف الرحمن وهم في طريق عودتهم إلى أرض مملكتنا الحبيبة فنقول لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وحللتم أهلا ووطئتم سهلا في وطنكم من جديد إذن كل الشكر للناطق الرسمي باسم دارة الجمارك العامة عميد جمارك سائد عشور أيضا ينضم إلي عطوفة العميد أحمد السعودي وهو مدير منطقة حدود المدورة بداية عطوفتك تحدث عن استعدادكو أنتو الآن وكيف شفت الاستعداد لهذا اليوم الفضيل باستقبال حجات بيت الله الحرام سيدي في البداية كل عام وسيدي صاحب الجلال الملك عبدالله الثاني بخير والأسر الوردنية بخير حقيقة بتوجيهات من عطوفة مدير الأمن العام تم تجهيز مركز حدود المدورة بكافة الأمور الإدارية والقوة البشرية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام وبالتعاون طبعا ما بيننا وما بين الأجهزة العاملة داخل المركز الحدودي استوفينا جميع الاستعدادات ونحن على الاستعداد تام لاستقبال حجاج بيت الله الحرام وتسهيل دخولهم إلى أراضي المنبكة الأردنية الهاشمية يعني عنكو حصائي كم عدد اللي قادمين لقاتوا من مبارح لليوم من حجاج أردنيين؟ تقريبا لغاية يعني الساعة الثانية بعد الظهر بلغ العدد تقريبا حوالي 3000 حاج وهم في تواتر يعني قاعد الله كيف شافي الإجراءات بشكل عام؟ الحمد لله الإجراءات ممتازة يعني فيقدر تسألهم على جميع الإجراءات اللي قاعدين بنقوم فيها احنا واجبنا خدمتهم تسهيل مهمتهم وإن شاء الله العودة لأهلهم تالمين غانمين إن شاء الله هياك الله معنا أحد الحجاج كل عام تبخير والحمد لله على السلام وإنتم بخير تقبل الله منه ومنكم هياكم الله الله يباك فيكم كيف شفت الإجراءات اليوم؟ والله ما شاء الله من أحسن ما يكون من لما انطلقنا من عمان وإلى الآن على أفضل حال وأحسن طيق طلقنا من عمان إلى سعودية ورجوعنا من سعودية إلى عمان ابتداء من إجراءات وتسهيلات وزارة الأوقاف جزاهم الله خيرا منثلة بجهود معالي الوزير ومدير الحج وجميع القائمين عليها إلى الشركات شركة أدواردال اللي طلعنا معاهم من أحسن ما يكون كل الشركات ما شاء الله كيف شفت الإجراءات في الهون؟ الإجراءات ممتازة وكما عاهدناها دائما في الحدود إحنا ما منصدق نوصل بلدنا نجد أحسن استقبال وأحسن إجراءات وأحسن طيقة في التعامل الله أعطيكم العافية وزيكم الخير أيضا طرف عليه أنا زياد سمور إداري في شركة أنوار الدلة كيف شايف الأجواء هنا؟ بسم الله ما شاء الله الأمور سهلة السلطات الأردنية على قدم وساق بفضل الله خدمات للحجاج إشي ممتاز والجمارك إشي ممتاز ما شاء الله عليهم بعملونا كأخوة وإحنا بالنسبة إلنا ريحنا الحاج إحنا معودين الحاج خطوة بخطوة معاه إحنا كشركة أنوار خلص أوكي وإنت معلم يعطي كل عام تبخير بخير أهلا وسهلا الشكر والتقدير لمديرية الأمن العام ولمديرية الجمارك وكل إشي على الاستقبال الحافل الاستقبال ونبيه وسلسل المعاملات والحمد لله الحمد لله على سلام نعم رعد إذن شكرا جزيلا لك رعد وكشفنا انتباعهم نورا شفنا الأجواء هنا في هذه المنطقة الحدودي الهام يعني اطباعات شكرا نعم شكرا رعد إذن كنت معنا رعد من مركز حدود ألم دورا شكرا جزيلا لك أكد حمز الحاج حسن نائب رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة لتلفزيون الأردنية أن الحركة السياحية في مدينة العقبة جيدة جدا مشيرا إلى أن نسبة الإشغال الفندقي وصلت إلى أكثر من ثمانين بالمئة وبيّن الحاج حسن أن أكثر من تسعة ألاف زائر دخلوا من معبر الدر الذي يربطنا مع المملكة العربية السعودية إلى العقبة خلال الأيام الأربع الماضية بينما دخل أكثر من خمسة ألاف زائر من معبر وادي عربة وهي أرقام ممتازة كونها تمثل زوارا من ذوي القوة الشرائية العالية بما ينعكس إجابا على الحركة السياحية والتجارية حقبة شهدت حركة سياحية جيدة جدا طبعا وأيضا المعابر سواء معبر مع المملكة العربية السعودية خلال الأربع أيام الماضية دخل علينا بحدود تسعة ألاف زائر من خلال معبر جنوب وادي عربة دخل علينا خمس ألاف زائر وهي أرقام مبشرة للعيد لأنه مستوى الصرف من هدول الزوار بيكون عالي فبيقوم في تحريك للأسواق وأيضا الفنادق بالنسبة للزوار الأردنيين مثل ما حكيت لك الحركة جيدة جدا الأسواق فيها حركة طبعا الحمد لله بالنسبة للإشغال نسبة للإشغال يعني كمعدل خلال الأيام السابقة تقريبا وصلنا إلى محدود الـ 80% أقامت سلطة إقليم البترة التنموي السياحي وضمن الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك مهرجانا للطفل في كافة تجمعات اللواء السكانية المهرجان الذي حظي بإقبال واسع يسعى لتنشيط الحركة التجارية وإيجاد فعاليات ثقافية وترفيهية تستهدف الأسرة والطفل ضمن الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك وبهدف رسم البهجة على وجوه الأطفال أقامت سلطة إقليم البترة التنموي السياحي مهرجان الطفل في كافة تجمعات اللواء السكانية المهرجان يسعى إلى تنشيط الحركة التجارية وإيجاد فعاليات ترفيهية وثقافية تستهدف الأسرة والطفل سهدفت السلطة من هذا البرنامج وهذه الفعاليات تنشيط الحركة التجارية والسياحية بالوسط التجاري وأيضا مدينة البترة الأثرية تجتمل هذه الفعالية على ألعاب هوائية بالإضافة إلى مصابقات وجوائز ورسم بالحنة ورسم على وجوه تستهدف السلطة من ذلك ببرنامج التنموي إدماج الأطفال بالحركة السياحية وتنميع الثقافات الموجودة داخل إقليم البترة شاركنا اليوم إحنا اللجنة الشبابية عن طريق مركز الأميرة بسمة جوهد كان يوم جميل عن طريق إقليم البترة في الإيفنت اللي صار طول أيام العيد انبسطوا الأطفال صار في توزيع هدايا كنا كلنا مبسوطين إحنا والأطفال الأطفال المشاركون عبروا عن سعادتهم بهذه الفعالية رافعين أسماء آيات التهنئة والتبريكة للوطن وقيادته وشعبه بالعيد المبارك كثير مبساطة في الألعاب كثير حلوة استمتعنا وقدمونا هدايا كل عام الوطن بخير جينا هنا ننبسط ونلعب وكل عام أردن وشعبها بخير كل عام وأدن بخير واجتمل المهرجان على ألعاب متنوعة للأطفال إضافة إلى العديد من الفقرات الثقافية والفنية مينال البترة زيادة ويسي التلفزيون الأردني بدأت نيابة العامة التحرك ضد سماسرة وتجار البشر في قضايا الهجرة غير الشرعية حيث قرر التوقيف شخص خمسة عشر يوما بتهمة الاتجار بالبشر بعد أن حاول تسهيل مهمة هجرة ثلاثة أشخاص بشكل غير شرعي ومنع سفر صاحب محل خدمات سياحية لمدة ثلاثة أشهر على ذمة قضية تسهيل هجرة غير شرعية لمواطنين أردنيين هذا وقد غلض القانون الأردني العقوبة على تجار البشر والتي من بينها جريمة الهجرة غير الشرعية وتصل عقوبتها إلى السجن حتى عشرين عاما فيما تتعاون المملكة مع شرطة الدولية الأنتر بول للوصول إلى كل من يثبت طورطه بقضايا الاتجار بالبشر والتي من بينها الهجرة غير الشرعية تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي تسع درجات مئوية وتكون الأجواء جفة وحارة فوق المرتفعات الجبلية العالية وحارة جدا في باقي المناطق وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس ومن خطر حدوث الحرائق في المناطق الحرجية ومن خطر ترك العطور والمعاقمات والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس بكر البلاونة مساعد الأمين العام للرشاد الزراعي بوزارة الزراعة أهلنا بك معنا وكل عامنا وأنتم بخير تحذيرات الأرصاد الجوية من الارتفاع الحرارة اليوم والذي يمكن أن يؤدي إلى خطر حدوث حرائق كيف تتعامل وزارة الزراعة مع هذه الارتفاعات؟ كل عام وأنتم بخير أولا وكل عام الوطن بخير وجميع المواطنيين وجلال السيدنا بألف خير ونعمة طبعا لا يخطى عن الجميع أن حالات عدم الاستقرار والارتفاع في الدرجات الحرارة هذه الناتجة عن التغيرات المناخية التي تصيرها وبشهدها العالم وبشهدها الأردن بشكل مباشر كمان زي ما تفضلتي ما كان متوقع أو معتمد لدينا التفاع درجات حرارة بالشكل الكبير وبالتالي نحن نحذر وننبه دائما المواطنين ضرورة عدم إشعال النيران في مناطق الغابات أو مناطق الأعشاب الجافة وإذا كان ولابد من التخلص من الأعشاب الجافة يتم إزالتها عن طريق المجرفة أو طريقة غير اعتماد إشعال النيران حتى المتنزهين اللي بيكونوا بين الغابات نتيجة درجات الحرارة العالية بغربوا للمناطق المرتفعة لغابات عجلون وجرش يستظلوا ويستفيوا من حرارة الشمس ضروري كمان ينتبهوا أنه إذا ولابد وأشعلوا نار ضروري يتأكدوا من إطفاءها قبل مغادرات المكان فهذه النصائح اللي دائما بنعول عليها وعلى وعي المواطن الأردني فيها نعم مهندس بكر بكل عام ترتفع درجات الحرارة في هذه الفترة هل تؤثر حاليا على المزروعات وما هي توجيهاتكم للمزارعين هذه الفترة؟ طبعا ستي بالنسبة للمزارعين سواء كانوا خضروات أو أشجار مثمرة ضروري المزارعين اللي عندهم مصدر مية للري ضروري جدا التوجه للري في ساعات الصباح المبكر أو في المساء حتى نخفص الفاقد الذي ينتج عن طريق التبخر في استهلاك المية في ساعات الظور هذه النصيحة الأولى النصيحة الثانية ضرورة إجراء الري التكميلي ما أمكن حتى نقدر نعوض الفاقد اللي تصير متجة التبخر ونحافظ على المحتوى الرطوبي اللازم لاستمرار النبات سواء في التربة أو داخل الأوراق نعم إذن المهندس بكر البلوني مصاعدة من العام للإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة كنت معنا شكرا جزيلا لك إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختم نشرتنا الإخبارية ألقاكم مجددا في تمام السادسة إلى اللقاء اشتركوا في القناة